مش دوني مش داونا داونا الكوميسايا في المعرف خدونا الصماطي وكتفونا فيهم الله لا بزيان ما نقدرش نعيط عليكم بشرة الحسن الثاني أرسل الأخ ديالي القدافي بعتونا المهدي بكا قالوا أنه في المالك رغم ترجع بلاد وإلا قلت لولاني رغم دي للمالك قلت يقول لي هذا أحمق نواصل مع السيحمد والشكرة مرة أخرى على هذه المعطيات والمعلومات اللي توكنا فيها بحلقات سابقة وطبعا نياجات في الكتاب اللي كيف ما تنذكر بها أنه ستر غير مؤخر وهذا هو السبب وصياق هذه الحلقات اللي كانت سجلوا مع السيحمد بن جلون جاء في الكتاب أيضا وجاء لسهركم في حلقات سابقة أنكم تلقيتوا بالمتوريتين في قتل واغتيال راحل عمر بن جلون كيف بدأت العلاقة معهم كيف كانتوا تهجوم معهم كيف كانوا يجوبوكم عن الأسئلة ربما اللي كانت ديكسة بقا قوية وساخنة كيفاش نبعد طورات العلاقة معهم ثم سنصب تابع الحل كنا المجموعة السياسية الوحيدة اللي كانت في درب في حي الإعدام سنطلق مع أحد المناديل اللي هو الخياري و سنطلق مع المجموعة الكوموندون اللي اغتال عمر بن جلون فيهم كانوا جوج محكومي بالإعدام محمد سعدو و كانوا المستوى التعليمي ديالهم هو واحد الإحساس مشترك داخل الحي الإعدام الحي الإعدام من الناس ممكن أنه تشكي أنه تخلت عليه و صرته مفروض هذا الناس يحسو بأنه ما تخلتش عليهم هذه الحركة أنه مطاعب دات يخرج فيهم بيانات يعتبرهم مجرمين قتالها بغطارها على بن كيرا اللي مقاتل يزورهم مرة مرة ولكن هذه العلاقة بينهم مو بالخياري ووجودنا تحنا عاود يفتح هذا النقاش للاغتيال للعمر بن جلون من جديد هات الغتيال أولا بدنا ناخدوا بعض الحقائق منهم كيف يجتمل الغتيال حتى إلى حدود هذه الحضار ما كانتش عدنا صورة واضحة دب الآخرين المجموعة الآخرين كانوا تيزورهم تاما سامحا لهم الإدارة ويزورهم داخل الحي الإعدام فكنا نتلقى معهم جميع فبدو تيبوحوا لنا بوحد لعدد للأسرة من بينها جوج الأشخاص اللي هما اعتبروا أشخاص هما الأشخاص المتورطين المباشرين في قادية عمار بن جلون هما هو النعماني ومتاع هات الجوجو مالي كانوا تيحرسوا على كونودوك الخالية ديالهم بطبيعة الحال هذه تصراحات ديالهم اللي قالوا لنا وإحنا داخل الحي الإعدام إنهم مش جعلوا منهم واحد الخالية الخاصة خارج تنظيم العام ديال الشابيبة موتاها كانت يدير هذه العمليات هي قد يخلق تنظيم وستنظيم وهذا تنظيم تابع لغيب وحدهم ما تيهرفو تشيحد فخلق واحد الخالية اللي يسميها خالية خاصة لي يعطى لها الإشراف للنهماني وبشاول بشاول الملاعب لأمغار طب الحال هذا زيادة في سيريا بغتطورش مع راسك واحد ضد الأدريحات ضد كذا غاد يجي حضرتهم فبشاوتهم يا وشدوا ساكان طب ما تيزوروا الطاريح طب ما كذا ولكن في نفس الوقت عملية تعبئة الخطاب اللي يتصرف لهم هذا عمى بن جلون عادوا الله وعادوا الإسلام ورا بغيطيح الإسلام يعني بحل الإسلام أني غير شخص واحد مهم واحد العملية بحكم ضحالة المعرفة ديالهم لما غاد يشي يجي يشرح لهم الأبعاد غاد يحقدهم من ناحية الدين يعليه وباش يعودوا واحد الوقت غاد يعودوا بحل واحد الشخص اللي فيه صار باش بشي قتل أمو ده كش لي وقع لأنه حتى واحد فيهم تيقول أنا ضربته بحديدة حتى تخرج صراع الطابقي من راسه يعني تصور كيف تصور ذي وقالوا لنا بنا متهول الأصلا نجي عندهم آخر ليلة وتيقول لهم الحرف اقتلوه فإياكم أن تفليتوه لما تعرفوش هاد الناس وأن متاع كان من القيادات الالتحاد الوطني ومن بعد في النقابة الالتحاد الشراكي ونقابة التعليم وصراعات الوقعات بين عمر بن جلون ونو كان غاد يخد القيادة وإيكارطا ومقات هو بغي يستغل بشكل دكي هاد الأحداث هاد يبغي يستغل بشكل دكي لأنه كان دك الساعة على طرف أخر حتى داخل الاتحاد الشراكي وداخل الدولة تتسعى لتصفية دياله وكان يالله كان وحد الطرد لترسله اللي يزغي وليه هو اللي يزغي ينفاجر عليه هو ما أو كان يعني اختار وحد الطرفية فكانت هاد الناس هاد وبدأ هاد كالنقاش بينه وبينه وبينه لماذا تبرقوش من هاد العامل ثم هك انتم تورطين ثم الحلقة الأضعف هذا الشيء ما ها فين ش الأبعاد ديالها بدو تنسق مع الخيار يحتوى الخيار يحتوى تهز ذاك الرسائل دياله ومتد دياله لمجموعة الصرفات اللي كانت تكي على درب حي الإدم لأنه كان حي الإدم وتطل الحي أليف على الساحة دياله حي الإدم تكي تح نسمح لنا بدينة لا الخيار ولا وماذا البوابة بديلنا باش بدين عرفنا العالم الخارجي وما كانوا متقدمين أنا ذاك مع الإدراب اللي كانت مات فيه الشهيدة سعيدة المبي حقوا لمكتسبات كبيرة صمحت عندهم الفازات صمحت عندهم زيارة مباشرة تدخل لهم مجلات يعني العائلات عندهم بشكل مباشر تيزورهم فبدأ هذا النقاش بدون تقتنعهم بدون تخرجوا بيانات ولو بدي احنا دشير ما احنا اي احنا تورطنا لكن احنا ما كناش عارف الابعاد ديال ورح نعني دشير القيادة اللي قامت بهذه العمال وبدأ زاد هو اللي خلا خلا حتى غدي توصل لك المستوى بدأت العلاقة مع العائلة ديال الشاهد عمره بن جلوب وخصوص من الاخر ديال وابن جلوب اشتركوا في القناة